بعد أيام من العزل والرعاية الصحية غير المسبوقة يحارب متعافون من فيروس كورونا لاستعادة حياتهم الطبيعية السابقة ويقول متشافون من الفيروس أن بعض الأعراض ظلت ملازمة لهم بسبب نقص المناعة إضافة إلى متغيرات نفسية أثرت على اندماجهم في المجتمع بعد الإصابة أعراض الجانبية لسات عدي بعد الشفاء أنه بعد ما تعرضت إلى حالة الأعياء والتعب بجسمي بدأت النشاطي أقل الاعتيادي وبعدين سوات فحوصات السكر طرح أدي السكر أدي عالي ارتفعت نسبة السكر أدي وهذا من يرتفع أدي نسبة السكر اتقل عملية أخذ الأكسجين من قبل الكرات الدم الحمر من ناحية التباعد الاجتماعي جدا ضروري الإنسان من يتباعد عن آخرين مسافة مسافة في المترتين أو أكثر ويقضى حوائجة اللي يريدها قدر المستطاع يقلل من حركة داخل المجتمع تحدث عندنا حالة وفيات حالة الوفيات تحدث أكثر شيء بالناس الكبار السن منعتهم بعيفة فذلك ندعو كل الأهالي وكل العوائل إنه شخص إنسان الشبير اللي بالعائلة ينعزل ينعزل واحدة عن العائلة الشباب منعاتهم قوية ممكن ينصاب ومتبين علي عراب بس هذا الشخص رح يؤدي غيره رح يصيب الإنسان الشبير اللي عنده النجف إحدى أبرز المحافظات التي تسجل أرقاما مرتفعة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا هرموا السلطة الصحية في المحافظة وهي دائرة الصحة تؤكد إن الموقف الوبائي يسجل غلبة للإصابات على حساب حالة الشفاء والتي وإن كانت أقل إلا إنها بغير مأمن من مضاعفات مستقبلية على المتعافين دارة صحة محافظة النجف الأشرف مستمر باتخاذ الإجراءات ومتابعة المصابين ومتابعة العزل المنزلي بالنسبة للمصابين كل مركز صحي لديه فريق يقوم بمتابعة الحالات العزل المنزلي الحقيقة وهذا تقريبا سبب رئيسي بالإزدياد الإصابات أنه عدم الالتزام بلبس الكمامة التباعد الجسدي وهذا تقريبا السبب الرئيسي إضافة أنه هي السلالة الجديدة هي واحدة من ميزاتها أنه الانتشار السريع مرارة لحظات المرض لا تقل صعوبة عن اندماجهم مرة أخرى اجتماعيا يقول متعافون من الفيروس الذين خاضوا تجربة وصفوها بالغريبة والطويلة تجربة أنه عصيبة مر بها المصابون بفيروس كورونا فبالإضافة إلى تراجع حالتهم الصحية بدنيا انعكست الإصابات على حالتهم النفسية من خلال عزلهم والخوف من نقلهم للعدوى من داخل أحد المراكز الصحية في النجف محمد رزاق قناة التغيير